خلال الاحتفالية الرئيس قال أنه استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمر لا تتحمل الحكومة وحدها ولا القيادة وحدها بل يتحمل جميع أفراد الشعب المصري وقال سيادته كل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واستقرارها وتقدمها خلينا نتابع مع حضراتكم جزء من كلام سيادة الرئيس ونرجع لحضراتكم مرة تانية فيه جزء كمان دايما بتكلم فيه معاكم بقلبي لكل المصريين من كم يوم كنا بنتكلم وقلت أن استقرار الدول والحفاظ على أمنها ومستقبلها أمن بيتحملوا مش الحكومة بس ومش بتتحملوا القيادة بس لا بيتحملوا كل أفراد الشعب كل الشعب المصري مسؤول عن أمن مصر ومستقبلها واناستقرارها وتقدمها أنا بقولي الكلام ده في وقت صعب قوي قوي زي ما انتم شايفين المنطقة بالكامل يعني مش المنطقة بس لعالم يمكن يعني في وضع صعب جدا ومضطرب قوي وإحنا هنا في منطقتنا كمان بالذات والأوضاع اللي بتحدث في قطاع غزة إحنا كنا تكلمنا في الموضوع ده في أكتوبر وإحنا في حفل تخريج دفعة من زباط الأكاديمية هنا والنهاردة دلوقتي بعد أربع شهور تقريباً بنتكلم في نفس الموضوع يطرى الأربع شهور دول أو التلت شهور وشوية اللي عدوا دول عدوا علينا بسهولة في مصر وإحنا كنا قبل منها بنواجه أزمة كورونا وبعد منها الأزمة الروسية وبعد منها الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي يعني يمكن أقل حاجة بتاريت نتأثر بها كمان أكتر إضافة للي كان موضوع مثلاً الملاحة في البحر الأحمر